إنه إزاي تسويق منتجات المرشعات بيبقى الحل أو الطريق المضمون لنجاح المرشعات لأنه زي ما قلت في البداية إنه خبر اقتصادين كتير جداً أستاذ باسم بيتكلموا في الجزئية دي فلازم نتكلم إحنا كمان في إنه إزاي التسويق هو اللي بيحدد نجاح المرشعات طبعاً بلا شك ما كانش الشاب يحصل على أو المنتج اللي هيقوم بيه الشاب يحصل على قدر كبير من التسويق فهو مش يقدر يستمر في المشرب بتاعه ونتيجة المنافسة الغير عادية سواء للمنتج الداخلي أو المنتج الخارجي اللي بيدخل استيراد فبتحصل منافسة حتى في الأسعار ومنافسة في جودة المنتج منافسة في اللعبة على مزاجية الزبون أو مزاجية الشخص اللي بيشتري المنتج فبالتالي طريقة التسويق نفسها على أفكار اللي بتطرح للتسويق كل ما كانت محدودة كل ما كان المنتج مش هيشوف النور لأوسع قدر ممكن يعني ايه أو ايه معنى كلمة الأفكار المطروحة للتسويق بلا شك بيبقى فيه دايما كل مرحلة زمنية بتجدد فيها المنتج وبتجدد فيها جذب الزبائن للمنتج نفسه وبالتالي الشاب محتاج يجدد زهنه كل فترة بما هو يحتاج هذا الوضع الحالي هل المنتج بتاعي مناسب للمستهلكين؟ هل هو مناسب للوضع التقدمي اللي بيحصل سواء على مستوى الاحتياج الفعلي دي في داخل الدولة أو داخل المكان اللي أنا بسوق فيه؟ هل أنا حطيت فكرة جديدة إبداعت أبتكرت أو جت للمنتج بتاعي سوق مختلف عن الأسواق الموجودة؟ هو دا بيتحط وانا بفكر في فكرة التسويق ولا دا بيتحط وانا بفكر في فكرة المشروع أصلا دي أستاذ بيزو؟ من بداية الفكرة بتاعت المشروع أول شيء عشان أبقى مميز أبقى أدور على التميز بتاعي الاختلافي؟ الاختلافي سواء في نوعية الخامة اللي بستخدمها أو في ميزة تانية أنا بقدمها سعر أقل مثلا؟ المنافسة في السعر يمكن اللي بيقع فيه الشباب كتير أنه هو دايما بيبقى عنده رهبة من السوق عنده رهبة من أنه هو يغامر لأن المغامرة برضو فيها تكلفة عليه ولازم يتحط جزء من المشروع تجريبي عشان يقدر يخوت به داخل المجتمع لأنه المنافسة مع المنتج الخارجي هو ده اللي بيوقع كتير قوي من المشروعات بتاعتنا وممتدرش تتقاتل لشكل كده اللي محتاجين نغير شوية من فكر المنظومة الشرائية عند المواطن المصري المستهلك المستهلك دور على المصري يعني فعلا ولادنا محتاجين في حملات كده فعلا نتعملت كتير ولازم نفضل دايما نكرر هذا الزل اللي